مرحبا برج العقرب أهلا فيكم في قراءتكم أول شي ننظر إلى ناحية العملية من حياتك المشاريع والوظيفة عندك سبع الأخصان شنو قاعد تحاول تخترق ما أشوفك هنا يتدافع لأن هذا الكار دائما سبع الأخصان يعني أنك تدافع عن شيء مهم بالنسبة لك ولكن أشوفها طاقة تحاول تفتح باب جديد لنفسك من ناحية الوظيفة أو المشروع دخل إضافي مجموعة يمكن فيه مجموعة هني منافسين أو ممكن زملاء حتى عمل متعودين يكونون يعملون فقط في هاي المجموعة ويببون يشركونك معهم أنت ويمكن حتى ما يثقون فيك يببون تظل المجموعة على نفس العدد نفس الأشخاص فأشوفك هنا تحاول أن تخترق تخترق الصفوف الإمامية لمجموعة أشخاص تشوفهم أن عندهم دخل مرتاحين فتحاول تكون جزء من هاي المجموعة أو المشروع هذا وراه السيف الصغير أهم كأنه ما عندهم ثقة بالقادمين الجدد ممكن أنك دخلت مجال جديد استثمرت فيه سويت بزنس ولكن تأتيك التحديات من حيث لا تتوقع هنا أشوف التحديات مو من الزبائن ومو من المدراء من زملاء العمل زملاء العمل كأنما ما يثقون فيك أو ما يبدون أن ينضم أحد جديد لمجموعتهم فعندهم طاقة شوية الشك الريبة وأيضا طاقة إحنا ما عندنا مفاتحين باب مفاتحين باب لاستقبال لاستقبال أشخاص جديدين ممكن أنك مثلا فتحت مطعم خلنا فرض أنك فتحت مطعم كل المطاعم اللي موجودين بالمنطقة أصدقاء معرفة مع بعض علاقتهم طيبة فأنت كأنما تحاول أنك تدخل إلى هاي الكلاب تكون جزء منهم تستفيد من خبراتهم وهم يقولون لك لا لا أنت قادم جديد ومانا بيك تدخل معانا وراها عشرة السيوف مهما كان أسلوبك هنا اللي قاعد أو السياسة السياسة اللي قاعد تتبعها مع هاي الناس الرسالة لك في الناحية العملية أن لا تضع كل اهتمامك لا تضع كل طاقتك كل تركيزك على هاي المجموعة هذي هذي لأن الناس مو آخر الدنيا سواء كانوا كاستمر زبائن أو حتى منافسي لك في السوق أو زملاء عمل الحياة ما تتوقف عن شخص معين الحياة ما تتوقف عن مجموعة أو تجمع يمكن حتى أنك تحاول تنضم إلى نقابة نقابة محامين نقابة تجار من نوع معين فالحياة ما توقف عليهم في طرق أخرى أنك تكون قوي لوحدك أنك تنضم إلى مجموعة أخرى مجموعة يمكن تشوفونك كتهديد فبما أن هذه المجموعة رفضتك مو آخر الدنيا تستطيع أنك تكون قوي في مجالك وبروحك هذه هي الرسالة لك عشر سيوف يقول لك ترى مو هذا هو نهاية الطريق هذا نهاية الطريق مع هذلين الناس للحين قاعدين يصدونك ولكن بشكل عام في مسيرتك العملية في بزنسك في حياتك اللي تخص الأموال مو هذلين الأشخاص تحطهم بس أمامك الهدف وهذه هي الطريقة الوحيدة لا دعنا نشوف الجانب المالي من حياتك خلال هذا الشهر أو على الأقل ما تبقى من هاي الشهر عندنا الكوب الأول وراه أربعة شوف مرتبطين ببعض شون نقلت لك هنا وراه أربع الخماسيات قدرتك على عدم النظرة ما قاعد تشوف إلا هاي الأشخاص ما قاعد تشوف إلا هاي النظرة مثلا برج العقرة بيعمل فيه شركة توريد فهو مصر يدخل هذا المجال أو مصر يدخل مع هذلين الناس في شراكة في منافسة ما تتوقف الحياة عندهم حياتك المالية قاعدة أيضا تعكس هذا الجانب أربع الخماسيات هني ملك الأكواب ولكن معكوس لما يكون معكوس طاقته مختلفة شوي الفرص أمامك الفرص أمامك ولكن أنت قاعد تحط جهودك قاعد تصب اهتمامك مركز فقط على اللي ما تقدر تحصله نزل ليش هنا رسالة لك ليش ما تركز على الجانب اللي تقدر تحصله أموالك فيها مع هاي الأشخاص حتى أنت نموك الشخصي مو بس في الأموال نموك الشخصي مع هاي المجموعة مو في صالحك يتوقف عند هذا الحد ما رح تقدر تنمو معاهم كمستثمر كموظف تصل إلى مناصب لما يكونون هذلين حتى وإن شفت أنت صحبتهم زينة لا أبدا معاهم أنت ما تنمو لذلك أنت محتاج لذلك هذا الملك طلع كرته معكوس أنت قاعد تنظر نظرتك صحيحة طموحك صحيح ولكن توجيهك شوية غلط خلال هذا الشهر عندك فرص عندك فرص أموال هني أشوفها هدية أكثر هدية أحد يغطي عنك تكاليف أو مصاريف نزيل أنت لفترة طويلة يمكن كبرت بالعمر أو صال لك فترة طويلة تنجز شيء تحاول تنجز هدف معين تسدد شيء تسدد دين ما كنت تقدر دائما كان يصير عندك تعثر في شخص أو جهة راح يسددون عنك هذا الدين ويساعدونك أنت شوية تتحرر فأحرص أنه لما تطلع من هاي من المديونية أو لما تأتيك هاي الفرصة والأموال هدية العطية نشوف هني عطية مثل المنحة الكوب الأول راح يعطونك أحد منحة منحة فيها الكثير من الشيء اللي أنت تحتاجه أنت محتاج هذه الأموال تسدد عنك ومحتاج هاي الأموال تأتيك في الوقت المناسب ولكن أحسن التصرف لأن هاي الملك معكوس انزل انزل خلا نشوف جانب الدراسة يا برج العقرب عندنا ثلاث الأكواب احتفال سبع الخماسيات راح تضطر أنك تؤجل الاحتفال وملك السيوف كأنما قاعدة هني أتواصل مع شخص من برج العقرب كان حاط في بالي مثلا أني راح أتخرج هذه السنة أو السنة اللي بعدها ويتكون محدد بالضغط متى يب يتخرج على الخطة القديمة على خطة مثلا أني كل كورس أخذ كذا مادة راح يكون فيه رقم السبعة خصوصا سبع الخماسيات فيه تأجيل تأخير ولكن دائما نحن نقول كل تأخيرة فيها خيرة يمكن خلال هذا الصيف النصيحة لك أو الصيف اللي بعدها أنه فيه هني ثلاث مواد زيادة ثلاث مواد زيادة أهم اللي راح يقون لأننا عندنا رقم الثلاثة ثلاث مواد زيادة أهم اللي راح يقون تخرجك في الوقت اللي أنت حطه في بالك فحاول أنك تضغطهم إما أنك تأخذهم في الصيف وبروحهم أو أنك تضغطهم خلال الفصل الدراسي أنت أدرب مصلحة نفسك رتب أمورك لأن وإن كان فيه تأخير في موعد التخرج يا برج العقرب ولكن كل تأخيرة مو قلت لك كل تأخيرة فيها خيرة لأن لما تتخرج راح تتخرج كمستوى ملك أنا ما أتكلم ملك كتفوق هني لا متفوق ما قاعد أتكلم عن برج عقرب يحصل على التفوق شيء أهم حتى من التفوق وايد متفوقين بعدين ما يقدون زين في السلم الوظيفة ما يحصلون وظيفة زينة أو ما ينجحون حتى كتجار لأن نعتمدوا فقط على الجانب النظري أنت هنا لما تتخرج راح تكون أكثر خبرة الملوك أصحاب الخبرة أكثر خبرة ولكن راح يكون نوع الخبرة العملية العملية راح تحتكب ناس عقليتهم شوي منفتحة دائما الأشخاص وإحنا تربينا على مبدأ يقول لنا تفوقوا في الدراسة وبعدين كل أحلامكم راح تصير طوع أمركم وهذه أكبر كذبة كذبها علينا المجتمع والأهل التفوق ما هو إلا يفتح أمامك باب فقط أول باب وبعدين كل الأبواب اللي أمامك أنت تضطر حالك حالي اللي مو متفوق تفتحها فقط ميزة واحدة فقط تتحصل من التفوق هنا أتشوفك كأنما النصيحة لك ولا تأخذوني بشكل حرفي ولكن نصيحة لك أن الخبرة التدريب خذ أكثر لما تتخرج ولكن التدريب ركز على التدريب أنك خلال الصيف تتدرب خلال الصيف تتدرب تدرس وأيضا تتدرب عشان ما تتخرج إلا أنك عندك خبرة يصير الطلب عليك لأن دائما لما يكونون حديثين التخرج يطلبون منهم الجهات الأخرى أو حتى الشركات أن يكون عندهم خبرة أعمل هذه هي النصيحة القوية لك يا طالب علم برج العقرب نسألنا نشوف الرسائل القادمة ما راح تكون موجهة للكل هنا عندنا هني رسائل تخص الأشخاص اللي ينتظرون خبر بخصوص الهجرة عندنا هنا رسائل الصحية فقط حق الأشخاص اللي يحسون أن عندهم مشاكل وآخر جانب القانوني الناس اللي عندهم أشياء في المحاكم خلنا نشوف هنا جانب الهجرة يبرج العقرب عندنا السيف الأول راح تحصل أكثر من رفض هو رفض ولكن صد صد قوي لأن السيف الأول شيء يقطع عليك الأمل يعني شيء يقول لك مستحيل ما في أمل أنه أنت تحصل على يوافق على طلبك للهجرة بهذه الطريقة نغلق باب تنفتح لك نافذة خلنا نشوف شنو النافذة اللي تنفتح لك ثمان الأخصان ولكن حسب اللي أذكر أن هاي الكرت طلع مقلوب والغصنين سوري إهني كأنما أحسك يا برج العقرب نجم الأبراج اللي وايذ ذكية كنت مستثمر كل على قولتهم لا تضع كل بيضك في سلة واحدة كنت مستثمر وحط كل اهتمامك ومؤمن أن طلب الهجرة رح يوافق عليه بالطريقة للبلد اللي أنت بي وبالطريقة اللي أنت كنت متوقعها توقعاتك إيه اللي راح تخيب أنا مقعدة أنك ما راح تحصل مقعدة أقول أنك ما راح تحصل الموافقة ولكن قلت لك ينغلق الباب اللي يأتيك مننا الرفض وينفتح باب ثاني باب اسمه خيارات أخرى دائما لما نطلب الهجرة الإقامة الدائمة في كذا طريقة في كذا تصنيف وفي كذا دولة في دولة معينة تقول لك لا دولة ثانية تفتح بوابها وتستقبلك وتسمع حتى قصتك ليش أنت محتاج للهجرة ليش أنت مرشح جيد لازم هنا تراويهم ليش أنت مرشح جيد ولكن محتاج أنك تغير الاستراتيجية تغير حتى نوع الفيزا أو التقديم اللي قاعد تقدمه سوري التقديم أيضا اللي قاعد تقدمه قاعدة هنا أشوف تغيير ما بين دولة إلى دولة عكسها عكس يعني أحس عكس إذا أنت مقدم على دولة في الغرب دولة اللي المفروض تستقبلك ورح شوف حتى لو كانت دولة أقل منها مستوى لكن أحس أن فيها خير أكثر وأنت مقدم على دولة فوق تأتيك دولة في الجنوب شمال إلى جنوب نقدم على دولة في الغرب رح يأتيك لو قدمت على دولة في الشرق هنا رح تأتيك الموافقة عندك خيارات لكن أنت محتاج أن تنظر لها بعين الاعتبار وما تكون فقط مصمم على أنه لازم لازم مثلا الدولة الفلانية أو لازم الطريقة الفلانية خلنا نشوف يا برج العقرب جانب الصحة ثلاث الأكواب قاعدة أشوف هنا شيء خص الضغط أو الأملاح احتباس السوائل في الجسم أيضا عشر عشر الخماسيات كثرة الحبوب مو أهية لحلة مشكلتك يا برج العقرب شن الحل تسع الأكواب التغيير الجذري في أسلوب حياتك أن أنت هنا مضطر تتخلى عند شيء تحب تاكله أو تقلل منه لدرجة كبيرة وحتى إذا يتاكلت حاسب يمكنك عندك نقرص ما تقدر وايد على اللحم عندك كوليسترول ما تقدر وايد على أكلات معينة فيها دهن الروبيان زايد عندك شيء زايد زايد عندك شيء الأدوية اللي دائما متعود أن الطبيب يوصفها لك مو أهية لحل ما عادت تكفي ما عادت تقدر تستوعب الزيادة اللي عندك في جسمك لكثار من الأدوية مو هو الحل الحل هو التغيير الجذري في أسلوب حياتك برج العقرب آخر شيء الجانب القانوني عندنا الخماس الصغير لكن معكوس بما معنى إذا عندك أمور تنتظر أن يوافقون على طلبك أو يوافقون على تسوية الطرف الثاني كأنه ما يطالبك بأموال لأنه عندنا نحن الخماسي أهمة لليهم يمكن حق أو أهمة ما بيقولك لهم حق أهمة للي القانون يميل إلى صالحهم طبيعة القانون مثلا في بعض الدول أن الأم مثلا لما تتزوج الحضانة تروح للأبو بغض النظر هذا حق أو لا هذا صح أو لا هذه طبيعة القانون طبيعة القانون في وضعك أنت قاعدت تميل كل ما لها تميل زيادة في كف الخصم والخصم أيضا ما قاعد يقبل أو ما رح يقبل التسوية ما رح يقبل القصة اللي خلاص أنا مثلا متأخر في الدفعات أنا غلط في شيء وحين رح أعوضكم أنا متأخر في سداد الدين حين رح أبتدي أقصة أموالكم لأن هاي الطرف قاعد يقول إحنا انتظرنا وايد وتحملنا منك وايد نزين فحين ما رح يقبلون أنصاف الحلول مو مستعدين أبدا مو فاتحين الباب للمساومة المساومة من الأمور اللي يبدع فيها برج العقرب ولكن خصمك في هذا الحالة أبدا رح تتععب نفسك وتحاول معاه على الفاضي أنا أخوى صادع عنك أو مستحيل بالنسبة للمساومة أو أنصاف الحلول شنو اللي راح يصير احتمال ست الخماسيات ست الخماسيات الصورة الأصلية لها الإنسان الغني اللي فيها قاعد يعتلى شخصين كأن ما أحسني أنك رح تضطر مو بس تدفع دينك الأصلي أو ترجع حق هذلين الأشخاص لأ رح تضطر أنك تدفع بطريقة مضاعفة يعني لو كان مثلا فيه فوائد على القرض رح يصير فيه عادة جدولة وتتدبل عليك تتدبل عليك الفوائد تتضاعف عليك بالإضافة أنك تضطر تتحمل هنا مصاريف المحاميين وايد وايد كل شي رح يجتمع عليك أنت وصير فيه تدبيل تدبيل مضاعفة مضاعفة فيه شكثر أن تدفع لهم طبعا هاي رسالة ما رح تكون حق الكل وخلح حيني نتقل إلى الجانب العاطفي رح أقرأ لكم فال شعر سواء أنتم منفصلين أو عزاب اخذوه بالطريقة اللي تحسونها أو غيروه باللي تحسونها يناسب وضعكم العاطفي ممكن يكون عندك شريك ممكن ما يكون عندك شريك ممكن تكون شخص خلاص انتقلت إلى جزء جديد من حياتك ممكن تكون لا بنتظار شخص من الماضي يرجع لك أغضي النظر خلا نشوف يقول لك رأيت وفي منام حلو أن الكأس كان في يدي فعبرت الرأية فكان أمرها موكولا إلى حسن طالعي وسعدي حني أجوب برج العقرب مر عليه شخص تمناه من زمان أمني كانت في خاطره يا ليت هذا الشخص يكون معاي يكون في حياتي شنو الغنية ما لتموجده الرومي كون صديقي أو أصبح حبيبي ما أدري شي كذي أنت هنا تمنيت في خاطرك في قلبك أن هذا الشخص الجميل الحلو خفيف الكل يهتم في الكل تشوف هنا أنظارهم تروح عليه لما هو يمشي في الطريق تمنيته لنفسك ولقد تحملت الغصص والآلام 40 عاما طويلة بما معناه أشوفك يا برج العقرب هذا شخص من أيام الطفولة من أيام المراهقة من أيام توك تلتفت لشي في حياتك اسم حب اسم مشاعر توها توها مبتدية تطلع عندك هاي المشاعر ومضى وقت طويل مضى وقت طويل لحد أنه ما يمكن صار نادرا ما يأتي هذا الشخص في بالك حب مراهقة حب طفولة شي كذي بعيد 40 سنة بما معنا بعد الوقت بعد الوقت اللي الحين أنت فيه الحين يا برج العقرب ومتى متى كانت أمنيتك متى تمنيت هذا الشخص ولكن تدبير أمري كان في النهاية على يد الشراب الذي له من العمر عامان شفت شلان يعني أنتم انتظر 40 عام عندك كان فترة طويلة مريت فيها برج العقرب يريد الشخص الفلاني يحب الشخص الفلاني ولكن الشخص الفلاني كأنه ما حلم جميل بالنسبة له ما يدري عنه ما يحس فيه هذا الشخص الثاني ما يحس فيك ما يدري عنك أنت تحس جذي أنه هو أصلا ما التفت لك الموضوع طول بينكم ومضى وقت طويل وخلاص ونسيته وفقدت الأمل وذهبت أيضا أنت في حياتك وبعدين تدبير أمري كان في النهاية على يد الشراب الذي له من العمر عامان في لحظة كأنما الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون واللي من نصيبك تأخذه فلأن من نصيبك هذا الشخص فبسرعة ما بين أخوة كان حب مراهقة أو حب طفولة أو حب بعيد حب عبر في حياتنا بسرعة بسرعة يرد يرجع وبسرعة الأمور تأمشي وتتحرك بيننا تتطور حتى بسرعة التطور بينكم إن زين وكانت نافجة المراد التي طالما تمنيتها من حظي السعيد مختلفة في هذه الضيات الملتفة من شعر هذه الدمية ذات الضئابة السوداء هنا أشوف في احتمالين احتمال أن هذا الشخص شعر جدا أسود أو جدا مختلف عن السواد ممكن يكون جدا أشقر مختلف عنك العكس أنا ما أحسن العكس هو شعر بني أو أفتح أن شعرك أسود يا برج العقرب أو العكس نزين كان في شيء دائما نتكلم عن العقد العقد اللي تكون فيه عقدة يعني شيء الله عقدة سبحانه وتعالى ما بين الظروف الوقت الزمان يكون مو مناسب وقت اللي نتمني الأمنية يكون فيه عقدة الوقت مو مناسب الحين لإرتباطنا ولكن بعد تشوف زمن ما أنت خلاص استسلمت تنفج هاي العقدة نزين فلما جاء هو بعد كأنما هذا الشخص كان على عينه مثل الغشاوة مثل الغشاوة بحيث أن ما ما انتبه لك ما لاحظك في ذلك الوقت ولكن الحين نفتشت العقدة فلما جاء وقت السحر انتفض عني غبار الحزن وقت السحر هو متى وقت ما بعد منتصف الليل لما تأخر الوقت وصارت قصة قديمة قصة قديمة اللي بينكم استسلمت أنت بخصوصها هني انتفض عني غبار الحزن هني قامت تأتيك بشاراته ودلالاتنا بالعكس يمكن هذا الشخص يكون ينتظرك أو يتوقع قدومك يمكن يكون يفكر فيك ممكن يكون بينكم طريق لأن أنت توقعت مثلا من زمان خلاص أنه راح يرتبط لحد الآن ما ارتبط وساعدني حظي فكانت الخمر في كأسي الحظ هنا بما معنى شوف الترتيب من الله سبحانه وتعالى أنا ما أؤمن بشي اسم حظ كثير ما أنه رزق من الله الحين رزقك نكتب لك فكانت الخمر في رأسي سوري في كأسي دائما لو أحد راح يصب لنا قهوة أو شايف فنجالنا في الكاس لازم يكون فيه فعل صح قبل ما نشوف أن فنجالنا ملتلى صح ولا لا ولكن لما تنظر تشوف في الحين الكاس فاضي ومرة واحدة صار مليان لأنهني على طول يقول لك فكانت الشي على طول صار مضارع ما بين ماضي صار مضارع فكانت الخمر في كأسي سوري الشي كامل ماضي على طول صار مضارع أصبح أصبح بين شذي يوم وليلة على وشك أن تتبدل الأمور في حياتك يا برج العقرب إلى الأفضل وما زلت أستنزف دماء قلبي على أبواب الحانة وكان هذا نصيبي المقدر لي على مائدة القدر يعني كأنما أنت سعيد وحزين نكتة نكتة لطيفة شنو هي النكتة؟ أنه أنا لما كنت أستنزف دماء قلبي لما كنت أتمنى وأدعي ودايخة ودايخة مثلا أيضا ضايخ وهايم في حب شخص معين كان هذا الشخص ما يدري عني ولا مقبل عليه ولا حتى أشوف أنه فيه طريق بينه وبينه ونكن بعد فترة من الزمان أقوم ما طاف وقت طويل جدا اكتشفت أن هذا الشخص قمت أحس أن هذا أصلا نصيبي تلاقة تلاقة الطرق الحين أو على وشك أنت تلاقة الطرق يعني كأنما قاعد تدعي أن مثلا الوظيفة تكون هذه مثلا أو الشخص هذا يكون من نصيبك وتدعي وتعب نفسك ولكن الشي المضحك اللي يمكن الله سبحانه وتعالى وهو مقدرة لك إن هذا الشخص قردي من نصيبك بدون ما أنت كنت تدري هذا هو الجانب المضحك إن أنت استنزفت قلبك لأنك ما كنت تدري انزين ومن لم يزرع الحب ولم يقطف وردة الجمال كان حارسا لزهرات اللعل في طريق الرياح الثارية هذا الشخص هذا الحب هاي الفرصة مع هاي الشخص قادمة في طريقك إن زرعت متى نحن نزرع في الحب نزرع لما ننظر لشخص ونتمنى هذه عملية الزارع متى عملية القطف أو الحصاد خلنا نقول متى نحصد ثمار نتائج إن أنا مثلا برج العقرب أنا الشخص من البرج الفلاني صار لي ويد تعبان صار لي ويد أتمنى عمري ما توفقت في حياة العاطفية وقت الحصاد حان سواء أنت مصدق ممصدق منفتح تريد ترتبط ما تريد ترتبط الحين وقت الحصاد شوف الأشياء مواسم في موسم لزراعة العنب والبرتقال في موسم لحصادة وكل فاكهة تختلف هنا كأنما في وقت في زمان محدد رح يكون في موسم تقدر تحصد فيه تقدر تقوم بغارات تقدر تقوم بمبادرات تقطف الشيء موجود عشانك الوردة موجودة ولكن أنت مضطر أنك أو لازم على الأقل أنت اللي تقطفها دائما نقول في القراءات الرزق موجود الطاقة موجودة لازم أنت اللي تقطف أنت اللي على الأقل تقوم بأدنى جهد وتحصد لأن إذا ما حصدت الحين إذا ظليت تقول لا مستحيل وأنا يائس وما عندي أمل وما أصدق يقول لك كان حارسة لزهرات اللعل في طريق الرياح الضارية إذا أنت ما حصد غيرك رح يحصد وإن كان رياح إن كان شخص مو ذا أهمية أو شخص مو هو اللي مقدر له القسمة كانت أساساً رايحة لك أنت ولكن أنت قلت لأ ما أصدق فراح تروح لك شخص ثاني يعني كأن ما هني المطلوب منك مو أنت تروح تقول لأنا أحبك وأبيك ولكن على الأقل لما أشوف هنا في بادرة رح تأتي من طرف هذا الشخص الشيء هو رح يأتي في طريقك مو أنت اللي لازم تقوم ببادرة لا الشيء الشخص هم اللي رح يأتون في طريقك أهل هذا الشخص يمكن حتى يبينون لك أن نريدك حق فلان إذا أنت هني صديت أو تأفأفت أو قلت لا أو قلت مستحيل الحين هني رح يذهب هذا الشخص إلى طريق ثاني طريق بعيد عنك يعني خسارة كأنه ما خسارة أن أنت اللي زرعت من سنين وشخص ثاني يحصل وفي وقت الصباح اتفق لي العبور بأطراف الروضة وكان طائر السحر مشغولا بالتأوه والصياح الحين لما هذا الشخص حين لما نكتب لك الحب يا برج العقرب كأنه ما أنت صرت مثل طائر السحر اللي مشغول بندب حظك وبالصياح وباليأس وبالأسطوانة السلبية اللي تظل تكررها على نفسك بفقدان الأمل فسمعنا أشعار حافظ الشيقة في مدح المليك فكان البيت الواحد منها خيرا من ماءة رسالة هذا الشخص قليل الكلام أو قليل التعبير عن مشاعره ولكن لما يعبر مثل القطارة بالقطارة ولكن لما يعبر يكون نظرة وحدة ابتسامة وحدة من وجهه تجاهك أنت كفيلة بأن تبث الروح في نفسك اليائسة هنا تغيير وضعك أنت بس على الأقل تقبل أن الباب ينفتح كن منفتحا من أجل الحب على الأقل يا برج العقرب ذلك المليك آخر بيت ذلك المليك العنيف في حملاته بحيث تصبح الشمس القابضة على الأسد أقل من الغزالة أمامه في يوم الطعن والنزال هذا الشخص اللي أنت لطالما أو هاي العلاقة اللي أنت مو شرط فقط شخص أو علاقة خلينا نقول وضعك العاطفي العام ووضعك العاطفي العام اللي أنت كنت يائس منه أو مستصعب مستصعب لأن تقول أنا دائما برج العقرب الشخص اللي أتمنى يكون صعب المنال أو أو يكون في يد شخص آخر لأنه ما هني حتى أشوف قاعدة أشوف برج العقرب تمنى شخص هذا الشخص كان مرتبط بشخص تاني لما تمنى برج العقرب الحين انفتح الطريق بينك وبين هذا الشخص والطرف الثالث انسحب أو على وشك أن ينتهي من حياته حتى الأطرف الثالثة أشوفه هني قاعدة تروح كل شيء كل شيء قاعد يتشكل لمصلحة كنت لأن تشوف الشمس القابض وعلى الأسد أقل من الغزالة أمامه الشيء جدا سهل الشيء جدا متاح الطريق أمامك يعني ما في من بعد الحرب دائما تأتي غنيمة وقت الغنائم وقت انتشال الغنائم ما في أحد ينافسك في ساحة المعركة أن يأخذ هاي الغنيمة ما في حتى منافسين حاليا فما أفضل التوقيت وما أفضل الفرصة القادمة في طريقك عزيزي برج العقرب ها دعني توقيت شكرا